السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي معكم أيوب أويوبي وليمتلكم بمقطع جديد من لعبة GTA San Andreas الحياة الواقعية فهيا لكي ننظرك في الحلقة السابقة لقد قمنا بشيراء منزل أو هذه الشقة يا شباب بأرخص ثمن موجود في هذا السيرفر وطبعا اشتريناه بدولار واحد كما ترون لكن هناك قاعدة أو قانون في هذا السيرفر وهو أنك إن لم تفتح السيرفر لمدة 14 يوما فسوف تخسر منزلك طبعا فأنا طبعا لم أفتح اللعبة منذ مدة لهذا خسرته هذا المنزل ومن حصني حظي أنني اشتريته بدولار واحد وأيضا لن ننسى أنني قمت بشراء منزل في السابق بـ 200 ألف دولار لكن لم أحصل عليه أو لم أعرف أين مكانه عموما اليوم قررت وووو شوفوا السيارة كيف تحولت يا شباب لا تقولوا لي بأنني أمتلكوا هذه السيارة حسن هذه السيارة ليست ملكا لي يا أصدقاء عموما اليوم قررت أن أقوم بشراء السيارة رائعة جدا فهناك مكان ووو شوفوا سرعتها ووو سرعة خيالية سرعة رائعة جدا هناك مكان أعجبني كثيرا فيه سيارات خرافية جدا لهذا قررت اليوم أن أسجل معكم هذا المقطع ونذهب إلى ذلك المكان لكي نقوم بشراء أحد تلك السيارة فباسم الله على بركة الله لقد علقت اللعبة وووو شوفوا ماذا حصل معي يا شباب شوفوا معي آه علقت اللعبة يا شباب بسبب الإنترنت اوكي انترنت اندي ضاعي اوه شيت هنا نذهب مجرد ممتاز حسنا لو لا هذه الميزة الموجودة في هذا السيرفر يعني لس أضمتوا بذلك الشخص عموما هذا هو المكان الذي أخبرتكم به توجد فيه سيارات رائعة وخرافية جدا كما أن هنا درجات أيضا رائعة جدا شباب يمكننا شراؤها واليوم قررت أن أشتري إحدى هذه السيارات السريعة والرياضية وطبعا سوف أقوم بتغيير لونها إلى هذا اللون تقريبا يعني مشابه لهذا اللون عجبني صراحة كثيرا يعني أو مثل هذا الدكور شوفوا هذا اللون أيضا يعني أضي الرسمة الموجودة في السيارة عجبتني كثيرا طبعا مكان شراء السيارات هو هذا المكان على الأغلب يا شباب والآن دعونا لكي نبحث عن السيارة التي نريدها طبعا ويجب أن تكون سيارة سريعة طبعا أنا سوف أتجوز هذه الأرقام غالبا ستكون يعني السيارة الموجودة فيها باطئة باطئة جدا كما ترون هذه السيارة سرعتها 160 ولنأتي مثلا إلى هذه السيارة سرعتها أقصى سرعة لها يا شباب وهي 200 كيلومتر في الساعة و800 ألف دولار حسنا أعتقد أن هذه كانت عندي أو لا أدري صراحة شكلها لا يعجبني توجد هذه السيارة أيضا حسنا شكلها لا يعجبني أريد سيارة تكون رياضية يا شباب حسنا والآن وجدت سيارتين يا شباب تبلغ سرعتهما 200 كيلومتر في الساعة وتمنوهما 200 ألف دولار هذه الأولى حسنا الشكل مرة سيئ جدا حسنا هذه لا بأس بها لكن سوف أحاول البحث عن سيارات أخرى شوفوا معي هناك العديد من السيارات الجميلة جدا شباب في هذا السيرفر وهذه سيارة كلاسيكية مميزة وسرعتها خارقة جدا ولن تصدقوا يا شباب وجدت سيارة تبلغ سرعتها 300 كيلومتر في الساعة لكن شكلها لا يعجبني أبدا حسنا كما ترون أقصى مبلغ أستطيع دفعه هو 950 ألف دولار شباب مليون دولار ليست عندي لهذا جميع السيارات الموجودة الآن في الأسفل ستكون الآن أكثر من مليون دولار وأنا عندي فقط 950 ألف دولار فقط حسنا لنأتي إلى هذه السيارتين أوه سيارة جميلة صراحة حسنا وهذه سيارة رياضية لكن لا أدري صراحة دعوني أرى هذه السيارة أوه جميلة هذه أعجبتني يا شباب وسوف أقوم بشرائها طبعا سوف أحاول تغيير لونها بصراحة لا أعرف كيف أشتريت تلك الرسمة التي توضع على السيارات لكن سوف أحاول البحث بالأول دعوني كي أختار لون السيارة يكون لون مميز مثلا مثل أصفر أخضر جميل أيضا لون الزرق لا أدري صراحة أعتقد أنني سوف أشتري هذا اللون عجبا يا شباب دعوني أشتري هذا اللون أعتقد أنني سوف أجعله على هذا الشكل وهكذا يمكنني جعله شفاف لكن لا دع لي ذلك حسنا اشترينا السيارة يا شباب دعوني لكي نضغط على ضغطتين ثم نقوم بشراء السيارة وووو خسرت الكثير من الأموال الآن أصبحت عندي 11740 ألف دولار ممتاز الآن يجب عليّ الدخط على F2 للتحكم في السيارة طبعا يعني هي الآن مسجل عندي في القائمة يمكنني إخفاؤها ويمكنني بيعها أو غير ذلك طبعا هذه هي سيارتنا التي اشتريناها وهناك أشياء أخرى شباب هنا توجد المنازل في هذه المنطقة يا شباب ولا أدري صراحة كم يبلغ ثمنها كما أن هناك منازل أعجبتني يا شباب وتوجد في هذا الصف يا شباب وفي هذا الشارع دعونا نتفقد ثمن هذه المنازل رغم أنني سوف أفقدها فيما بعد حسن تمانوه 2 مليون أكثر من 2 مليون دولار يا شباب يعني تقريبا 3 مليون دولار وأنا طبعا لا أمتلك هذا المال لأنني أصبحت الآن فقيرا كما ترون هنا أيضا منازل واحدة أخرى يا شباب لنتفقد ثمنها كم سيبلغ ثمنها يا شباب مليون دولار تقريبا يا شباب لكن ليست عندي أحتاج إلى العمل لكي أحصل على المزيد والمزيد من الأموال هناك غراج بالقرب من يمكننا تعديل السيارة عليه لكن صراحة لم أعد أذكر أين يتواجد مكانه لذا يجب علينا البحث عنه بعد ذلك سوف أعود إليكم وهذا هو الغراج طبعا هنا يا شباب مكان تعديل السيارة فقط وأنا السيارة ليس بها أي شيء لذا سوف أخرج هنا فقط لإصلاح السيارة يعني أما بالنسبة لتعديل السيارة فهو هذا المكان والآن لنأتي إلى هذا المكان هذا هو لون السيارة يا شباب طبعا أنا لا أريد تغيير لون السيارة على الإطلاق دعوني أذهب لوحة الترخيص آه يمكنني تغيير لوحة الترخيص وسأضعها بإسمي يا شباب ما رأيكم آه حسنا على هذا الشكل ممتاز تاين اللوحة وات سبعة ألاف دولار لا أصدق حسنا لقد خصموا مني سبعة ألاف دولار حسنا ممتاز ماذا عني الدهان هذا هو أيوة نعم هذا ما كنت أبحث عنه أما الآن دعونا لكي نستكشف معا هذه الرسومات الموجودة على السيارة حسنا توجد هنا رسومات مرة 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 مميزة جدا وكما ترون هذه واحدة من بينها يا شباب سوف أبحث عن رسومات أخرى إن وجدت أفضل من هذه فسوف أقوم بشرائها وإن لم أجدها فسوف أشتري هذه الرسمة يا شباب لقد عجبتني كثيرا فإذا سوف أختار اللون الأحمر يا شباب يبدو لمناسبا أكثر حسنا أوكي جميل جدا والآن دعونا السيارة يا شباب تحتوي على عدة أشكال هذا النوع الأول وهذا النوع الثاني النوع الثالث الرابع الخامس السادس أعتقد أن هذا الشكل أعجبني كثيرا يا شباب لذا سوف أقوم بشرائه لا يمكنك شراء هذه الطرق يا شباب لأن أموالي غير كافية حسنا ممتاز قمنا بالتعديل السيارة يا شباب هناك شيء إضافة سوف أقوم بإضافة يا شباب للسيارة قبل أن أذهب نعم وهي المصابيح يا شباب المصابيح أعتقد أوه حسنا لقد قمت بتعديل المصابيح بدون قصد كما أنني سوف أضيف المصابيح يعني تحت هنا يا شباب هذه هي ممتاز حسنا والآن يمكنني الخروج عدلنا على سيارتنا الجميلة جدا نشوفوا مع شكلها كيف أصبح خرافي تبدو يا شباب كوحش أثناء الليل انظروا معي يا سلام عليكم عموما كما ترون دعونا الآن لكي نقوم بتجربة سيارتنا وأثمنى ألا أصادف أي مشاكس حتى لا يقوم بتدمير السيارة التي اشتريناها حديثا حسنا كما ترون هذه سيارتنا الجميلة شوفوا سرعتها الخيالية يا شباب واو جميلة جدا حسنا بصراحة سرعتها خارقة جدا وأعجبتني كما سيارة سريعة جدا وهذه أول سيارة رياضية أقوم بشرائها وتعديلها في هذا السيرفر انظروا ما يوجد هنا شخص مرحبا مرحبا واوات سيارته سريعة من سيارتي انظروا معي انظروا أين وصل هذا الشاب بشباب سيارته سريعة جدا ان كانت سيارتي شباب تبلغ مئتين وثلاثون كيلومترا في الساعة أعتقد بأن سرعته شباب تبلغ ثلاثمائة كيلومتر في الساعة أو أكثر لا أدري أو ربما أربعمائة شباب على العموم إلى هنا وصلنا إلى نهاية المقطع فأتمنى أتمنى أن ينال على إعجابكم وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة اللام تكونوا مشتركين وقم بتفعيل زر التنبيهات كما تنبيكم كل من نزلتم مقطع جديد وانشروا المقطع مع أصدقائكم أراكم في المقطع المقبل إن شاء الله كان معكم أيوب أو يوبي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر